وبما أننا خلاص فاضل أيام قليلة جدا على شهر رمضان الكريم كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة فكان من الترانز اللي تصدرت السوشيال ميديا الكلام طبعا على مسلسلات رمضان وعشان كده هنقول لكم النهاردة ملامح عدد من المسلسلات اللي هتكون مشاركة في رمضان إن شاء الله الأعمال هتكون متنوعة بشكل كبير يعني هنلاقي الأعمال الوطنية واللي هيكون عندنا منها مسلسلين وهم الاختيار ثلاثة وهم شاركة عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد عز كريم عبدالعزيز أحمد السقة ياسر جلال ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي طبعا المسلسل بيتناول مرحلة مهمة جدا من تاريخ مصر وكمان بيكمل الربط بين المسلمين الأول والتاني وكمان هنلاقي مسلسل عائدون وهو من المسلسلات الوطنية واللي بيتكلم عن بعض الجماعات المتطرفة وبيقوم ببطولته كل من أمير قرارة أمينة خليل محمود عبد المغني أحمد الأحمد ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وكمان عندنا هنا في القناة الأولى مسلسل ملف سري لهاني سلامة وعائشة بن أحمد والمسلسل بتدور أحداثه حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال وآخر المسلسلات الاجتماعية اللي هتتعرض على شاشة القناة الأولى هو مسلسل يوترن لريهم حجاجو بتدور أحداثه حول يارا الكرزي ضبيطة ملاحة بحرية تجارية ضحب عملها ومستقبلها المهني من أجل جزها ولكن هتحصل أحداثها تغير كل شيء وكمان نظرتها للحياة هنلاقي كمان في عدد من المسلسلات الكوميدية زي مسلسل الكبير قوي بطولة أحمد ميكي ورحمة أحمد وكمان مسلسل مكتوب علي بطولة أقرم حسني وآيتن عامر ومسلسل في بيتنا روبت 2 بطولة الشام جمال وليلة زهر وبكده خلصت فقرة ترانز أوف دي ويك